يهي قناة مصر للتعليم الفن طبعا بفكركم ان احنا بنتابع مع بعض شرح دروس مادة الحاسب الآلي للصف الثاني التجاري والفندقي الفصل الدراسي الاول وزي ما احنا عارفين ان احنا بنتابع شرح برنامج ميكروسوفت اكسل تعالوا كده بقى سريعا نراجع على اهم النقاط والمهارات والمعارف اللي احنا اتعلمناها في الحلقة اللي فاتت اهم جزئية شرحناها الحلقة اللي فاتت الطباعة اللي هي بيرينت وزي ما قلنا ان ما فيش اي مؤسسة او اي بيئة تعمل تخلوا من نشاط الطباعة لازم بنطبع ورق لان تعاملاتنا بالاضافة انها ممكن تكون بنسبة كبيرة الكترونية ولكن هذا لا يغني مطلقا عن استخدام ايه الاوراق في بيئة العمل اتكلمنا مع بعض في الطباعة وقلنا ان انا ممكن اصبط الطباعة بتاعتي للورقة بان انا اشوف في البريفيو في جزء خاص بالبريفيو اللي احنا بنترجمها بكلمة المعينة اشوف الصفحة بتاعتي امر الطباعة بيديني امكانية ان انا اشوف الطباعة شكلها الورقة شكلها النهائي قبل ما تطبع الهوامش بتاعتها مصبوطة الالوان بتاعتها التنسيقات بتاعتها كل ده بيظهر عندي في المعينة واستفدنا شرحا في هذه المهارة كمان قلنا ان انا ممكن احدد حجم ورقة العمل اللي انا هتبعها ممكن تكون ورقة الايفور الشكل الاستندر اللي كلنا بنستخدمه الايفور ده يعني المقاس المعظم المؤسسات بتشتغل به في الاسري بتبقى حجمها اكبر شوية من الايفور وفي الليتر بتبقى تقريبا نصف ورقة الايفور في مقاسات عديدة مختلفة لأوراق الطباعة كمان في الطباعة بيديني امكانية ان انا حدد عدد النسخ اللي انا عايز اطبعها ممكن اطبع ورقة 2-13 زي ما انا عايزة كمان بيديني امكانية ان انا لو عندي مستند مثلا 50 صفحة 40 صفحة 10 صفحات وعايزة اطبع ورقة واحدة منه ممكن يديني امكانية ان انا اطبعلي الورقة رقم 5 فمش هيطبع من المستند كله غير الورقة رقم 5 ده كمان فيه امكانية ان انا اطبعلي الاوراق من صفحة 6 لصفحة 17 فيه امكانية فامر البرينت بيخليني احدد هذا الاختيار كمان فيه امكانية ان انا اطبع صفحتين متقبلتين قصد بعض زي الكتب المدرسية او المجلات او الكتب الثقافية او مذكرات المراجعات وهكذا كمان ايه تاني قلنا ان كل امر عندنا ممكن استخدمه عن طريق الماوس او عن طريق الكيبورد عن طريق الماوس بان انا بعمل كليك او بختار التبويب اللي انا هفتحه وطبعا احنا كلنا عارفين ان الامر برينت من التبويب فايل وبختار به الامر فيه كمان من خلال لوحة المفاتيح قلنا عن طريق كنترول مع خرف البيت تقيلة اللي هي العصايا بتاعتها الدايرة بتاعتها من الاعلى كمان خدنا ايه تعالوا نفتكر كده مع بعض خدنا الاكمال التلقائي اكمال التلقائي لما بكون انا زي ما هدرب لكم نفس المثال عشان تفتكروا الاكمال التلقائي لو شركة عندي بتتعامل فانوايات مختلفة من السلع ولتكن مثلا سلع الكترونية هكتب مثلا تلاجة غسالة تليفزيون مروحة وهكذا فدي كلها لما انا ببتيجي اكتبها هو اوتوماتيك الاكسل بيخزنها عنده فياجي بعد كده اكتب تلاجة اول ما بكتب حرف الته مع حرف اللام الف هلقيه يكملي الكلمة لغاية اخرها دي بنسميها ميزة الاكمال التلقائي دي علشان ما عودش اكتب حروف كتيرة وانا بتعامل مع نفس الكلمات اللي انا بتعامل معاها بصفة مستمرة او طبيعة شغلي بيخليني اتعامل مع هذه الكلمات باستمرار وقلنا اذا كنت انا عايزة اكمل الكلمة الاخيرها انا كتبت حرف التهلام هيكملي تلفزيون فعلى طول بسيبه ويكملها وادوس انتر طب لو انا مش عايزة يكملها اعمل ايه او عايزة امسح الجزء دو بادغط على زرار الباكس بيس طب لو انا عايزة اكتب كلمة تانية ما اضغطش على الانتر واكمل كتابة الكلمة البديلة اللي انا عايزة اكتبها بدل الكلمة اللي ظهرت من الاكمال التلقائي اه اتمنى ان احنا نكون بالراجة باستمرار علشان زي ما قلتلكم اه ميكروسوفت اكسل اعايزة على طول احنا شغالين فيه على طول احنا اه بنتضرب لما ننزل معنا للمدرسة اه اكيد طبعا بيكون فيه وقت للمراجعة بيكون فيه وقت ان احنا اه لو فيه حاجة وقفة معانا نحاول ان احنا اه انا بشجع جدا العمل الجماعي والعمل التعاوني فنسأل صحابنا اللي جنبينا طب انا عملتي دي ما ظهرش معايا زي ما هو مفروض طب انت عمل ايه معاك طب انت التمرين ده وانا حلته بالشكل ده طب ما ظهر ليش النتيجة اللي انا كنت مدوقعها زميلي هيقول لي مثلا اه انت النقطة دي غابت عنك كمفروض كنت حددت الاول كمفروض كنت اخترت الاختيار ده وبدل الاختيار وهكذا احنا بنكتسب خبرات من بعضينا كل اللي بيبقى عنده حاجة وقفت معاه فأسناء كده هما انا بشتغل على الجهاز بتاعي اسأل زميلي اسأل زميلتي النقطة دي ايه ليه وقفت كده ليه ما ظهر ليش اللون ليش الاكمال التلقائي فلما احنا نتعلم نعلم نفسنا بنفسنا ونستعين باصدقائنا في اي شيء وقف معنا دي بيسبت معنا المعلومة اكتر وما ننسهاش ابدا في اي موقف بنحتاجها فيه بعد كده تمام طيب النهاردة هنكمل باذن الله الجزء اللي خاص بتنسيق اوراق العمل تنسيق اوراق العمل موضوع كبير معنا في المنهج مخصصين له حلقات كتيرة علشان نشرحها باستفادة ونتعلم باذن الله كل المهارات وكل المعارف اللي موجودة معنا في هذا الفصل اللي هو تنسيق اوراق العمل تعالوا بينا نشوف جايبين ايه جديد معنا النهاردة في الفصل اللي خاص بتنسيق اوراق العمل اول جزئية هنشتغلها النهاردة تكوين سلسلة خلية باستخدام مقبض التعبئة التي تشكل تتابعا منطقيا احنا متعودين ان احنا اي مهارة بنتعلمها بنشوف الجزء النظري اللي خاص بيها الاول وبعدين ننتقل للشغل العملي على الورك بوك دفتر العمل يلا بينا نشوف المهارة اللي احنا هنتعلمها اللي هي تكوين سلسلة من الارقام او من الخلية هيجي هقف هنا في اول خلية ايوان اكتب رقم واحد زي ما انتو شايفين كده انزل عند الخلية رقم اتنين اكتب رقم اتنين شايفين ظاهر عندي دلوقتي واحد اتنين تلات احددهم واجي عند الركن الايمن للخلية لما شكل الموسب اعلام ازاي ازاي ما احنا شايفين كده ازاي دي الصغيرة دي اضغط واسحب لاخر خلية عايزة يعملني فيها سلسلة ايه اللي حصل انا كتبت ايه كتبت واحد اتنين تلاتة انا كتبت واحد اتنين وحددتهم وانزلت بيهم لغاية تحت كده ضغطت لك شمال بالموس وسحبت احنا بنسميها السحب والافلات ايه اللي حصل هو فهم ان انا عايزة اعمل سلسلة من الخلايا المتربطة مع بعضيها فرقم لي تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لغاية اخر خلية وقفت فيها حطيلي فيها اخر رقم وقفنا عنده وهكذا يبقى هو كده فيهم ان انا عايزة اكون سلسلة من الخلايا طيب اه جي استخدمها في ايه انا باستخدمها في ايه تكوين سلسلة من الخلايا ولنفرض ان انا عايزة ارقم كتبت في عمود معين في كلم معين مجموعة من البيانات وبعدين قلت علشان الشغل بتاني يبقى مظبوط انا المفروض كنت رقمت هذه البيانات فبذل ما انا اقف في الخلايا في العمود واكتب واحد بعدين ادوس انتر واكتب اتنين واكتب اتنين واكتب تلاتة لا تكوين سلسلة من الخلايا ده اديني ميزة ان انا ممكن ارقم بكل سهولة او اعمل سلسلة من الارقام متتالية تحت بعضيها بكل سهولة ومش هيحصل فيها اي اخطاء فنعمل ايه نكتب اول حاجة رقم واحد وبعد كده رقم اتنين طب ليه ما كتبتش واحد بس وبعدين عملت سلسلة لان هو كده مش هيفهم انا عايزة اسيب فرق كم رقم بين الرقم الاولاني والتاني لكن لما انا كتبت واحد وتحتيها في الخلايا لتحتيها اتنين فمعنى كده ان انا بفهم البرنامج ان انا عايزة مسافة رقم واحد بس ما بين رقم واحد ورقم اتنين وهكذا فميزة تكوين سلسلة من الخلايا دي ميزة جميلة ومفيدة واكيد اكيد هنحتاجها واحنا بنشتغل في اوراق العمل بتاعتنا يلا بينا نشوف معانا ايه تاني التعبئة التلقائية التعبئة التلقائية وتوفيل انا جايب لكم مثالين هنا هنعمل تعبئة تلقائية لأسماء الاسبوع وتعبئة تلقائية لأسماء الشهور يلا بينا نشوف ايه الجديد معانا في التعبئة التلقائية بيجي اقف الخلية ايه وان كتبت يوم السبت وبعدين هاجي في الخلية اللي جنبيها ولما شكل الماوس شايفين فرقنا الخلية هنا فرقنا الخلية اللي انا كتبت فيها تمام وسحبت لما شكل الماوس بقى علامة زائد عملت ايه سحبت هورها لكم تاني انا كتبت اهوة كلمة السبت هاجي هنا في الركن بتاع الخلية اضغط كليكة شمال بالماوس واسحب لغاية اخر حاجة انا عايزة اقف عندها لقيت ان الصفحة حصل ايه رح هو فهم ان انا عايزة اعمل اوتوفيل اكملت القائي وراح كتب لي السبت هو كتب لوحده الحد الاتنين التلاتة الاربع الخميس الجمع فيهم ان انا عايزة اقرر ايام الاسبوع طب هو عارف منين ان ايام الاسبوع حد اتنين لازم ده جهاز لازم يكون انا مغزياه وفعلا انا مغزياه من جوه من مكان معين هنشوفه دلوقتي في التمرين اللي جاي او التمرين اللي بعده ازاي انا باعمل بسجل هذه البيانات داخل التبويب اللي احنا هنشتغل عليه في التمرينات اللي جاي يبقى انا كتبت السبت ووقفت في الرقن الايسر من الخلية لغاية مشكل الموس بقى زائد ضغطت وصحبت لغاية اخر خلية عايزة اقف فيها لقيته هو عمل ايه لقيته قرر لي او سجل لي ايام الاسبوع بالشكل ده تعالوا ناخد مثال تاني لو انا جيت هنا وكتبت اسامي الشهور يناير وجيت نفس الحكاية بغطت وصحبت لما وقفت هنا بمشكل الموس بقى زائد زي ما احنا شايفين كده ضغطت وصحبت للاسفل شايفين اللي حصل قرر لي ايام الاسبوع شهور السنة زي ما قرر ايام الاسبوع في الاكمال التلقائي وقررها لغاية الخلية اللي وقفت فيها طب لو كتبنا ان انجليش سوندي موندي وهكذا وضغطت وصحبت برضو في الرقن الايسر للخلية اللي حصل قرر لي ايام الاسبوع بس ان انجليش عشان انا كتبت في اول خلية ان انجليش فهو فيهم ان انا عايزة اسجل ايام الاسبوع ان انجليش فكتبها كلها لاخيرها وهكذا يبقى شفنا لما كون عايزة اعمل قوتو في الاكمال التلقائي زي ما قلنا بكتب اول حاجة عايزة اكتبها في اول خلية وبعد كده هو بقف اضغط كليكة شمال بالموس احدد الخلية واقف عند الرقن الايسر اللي انا مشاورة عليه دول لغاية مشاكل الموسي بقى زائد واضغط واسحب لغاية اخر خلية عايزة يسجل فيها وهكذا الاقيه قرار لي اللي انا عايزة وكتب لي ايام الاسبوع كلها زي ما انا عايزة هنا برضو لما كتبت اسماء الشهور كتبت يناير ووقفت في الرقن الايسر للخلية لما شكل الموس بقى زائد وضغطت واسحبت لغاية اخر خلية كتب لي شهور السنة هو فيهم ان انا عايزة اعمل اكمال لشهور السنة وهكذا برضو نفس الايام لو انا كتبت in english sunday monday tuesday كتبت اول واحدة اول يوم في الاسبوع او اول يوم عايزة اكتبه وهو sunday ووقفت في الرقن الايسر للخلية الرقن اللي خاص بي تغيير شكل الموس اللي يصبح علامة زائد وضغطت وسحبت هيكتب لي ايام الاسبوع ولكن باللغة الانجليزية لان اول مدخل عندي sunday انا كتبها in english وبكده عملنا الجزئية اللي خاصة بالاكمال سواء كانت لايام الاسبوع او كانت لايام الاسبوع برضو in english او كانت لي شهور السنة الخاصية دي اسمها ايه التعبئة التلقائية وطوفل التعبئة التلقائية طيب اه التعبئة التلقائية دي اه من الحاجات طبعا اللي هتفيدنا كتير زي انتو ما شفتوا ازاي البرنامج هو بيفهم لما انا بكتب له اول مدخل سواء كان اول مدخل دو اسم شهر او اسم يوم في الاسبوع ان عربي او انجليش هو بيفهم وبيبتدي انه هو يعمل لي التعبئة التلقائية اللي خاصة بالمدخلات اللي انا عملتها انا مدهزة لكم مراجعة سريعة كده علشان بحب ان انتو يكون لكم نشيط دايما وتملي كده هتبقوا فاكرين احنا بنشتغل اه في اجزاء خاصة بالمهارات والمعارف الخاصة بميكروسوفت ايكس يلا بينا نشوف اللي معنا الاكمال التلقائي الاكمال التلقائي الاوتو كومبليت اللي انا شرحته ورجعته في اول الحلقة لما قلتلكم ان انا بيكون المؤسسة بتتعمل مع سلع سبتة فانا مش هكتب اسامي السلع وانا بتعمل معيها كل مرة لا دا انا بكتب اول حرفين واضغط انتر هيحصل اكملة تلقائية الانتقاء من القيمة اللي هو البيكليست ان انا برضو نفس الحكاية البيكليست دي فكرتها زي ما شفنا في التمرينات اللي فاتت ان بيكون عندي قيمة بمجموعة هنقول السلع او الخدمات ولو كنا بنتعمل في مرتبات قيمة باسماء المعظفين او الفنيين او الاداريين اللي موجودين في المؤسسة بفتح البيكليست دي وبختار منها اي اسم انا عايزاها ولو كانت سلع اي سلع انا عايزاها وهكذا تكوين سلسلة خلايا من الخلايا زي ما شفنا مع بعض لما كتبنا واحد اتنين وضغطنا في الرقن من ارقون الخلية اللي شكل الموس بقى زائد وضغطنا وصحبنا بيختلف الرقن اللي بيظهر فيه شكل علامة الزائد في الموس بيختلف باختلاف اتجاه الورقة سواء كانت الورقة راية تو ليفت او ليفت تو راية يعني اتجاه الورقة من اليمين لليسار اتجاه الخلايا الاعمدة الاعمدة بدايتها بداية ترقمها من اليمين او بداية ترقمها من اليسار ما تكون الاعمدة من اليمين حرف الايه اللي هو اسم العمود بيجي جهة اليمين انما لما يكون الاتجاه لليسار حرف الايه اللي هو اسم العمود الاولاني بيبقى جهة اليسار التعبئة التلقائية الاوتوفيل زي ما شفنا في اسماء الشهور واسماء ايه ايام الاسبوع طيب تعالوا نشوف ايه بقى جديد تاني معنا النهاردة اضافة القوائم المخصصة الجزء ده اللي قلتلكم قبل التمرين اللي حلناه من شوية ده والاخراني قلتلكم هنشوف القوائم المخصصة دي انا بسجلها ازاي داخل التطبيق قال لنا من قيمة فايل ان انا بنقر قيمة فايل ونختار الامر اوبشن ومن اوبشن هختار ادفانسد ومن مجموعة الجنرال بنختار ادت كاستوم تي تظهر نافذة قوائم مخصصة اللي هي اسمها كاستوم ليست تعالوا بينا نشرح الجزء ده وعملي كده علشان ده محتاج مننا وقت شوية هو القوائم هنفتحها اتركزه علشان تقدروا تعملوا التمرين لوحديكم هفتح التبويب فايل كليكة شمال بالموس عليه هنزل عند الامر اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي هو اوبشن بعد ما فتحت فايل واختارت اوبشن هاختار ادفانسد الامر ادفانسد زي ما احنا شايفين اهو ضغط كليكة شمال على ادفانسد هنزل بقرة بتاعت الموس او عمود الازاحة بالشكل ده زي ما انتو شايفين كده لغاية ما وصل عند اختيار اسمه جنرال من الجنرال هاختار ادت كاستامليستس اتفتح لي صندوق حواري الصندوق الحواري ده عنوانه كاستامليستس هقف في الجزء الايمن منه شايفين هعمل كليكة شمال بالموس عشان اثبت الكيرسول اللي هي مؤشر الكتابة هبتدي اكتب اه الاجزاء اللي انا عايزة اسجلها داخل الكاستامليست كتبت يناير فبراير هسجل اسماء الشهور مارس ابريل هبتدي اسجل كل اسماء الشهور في الجزء اللي خاص بالليست انتس زي ما احنا شايفين كده ان عربي او انجلش هيقبلها برضو زي ما انا عايزة وهوريكم برضو تدريب تاني بس هنخلص ده انا عايزة اكتب لغاية اخر شهور السنة تمام خلصنا كده كتبنا لغاية اخر شهور السنة في الليست انتر الجزء اللي خاص بالليست انتر طب اجي هنا عند الامر اد ضغط عليك لكش مال بالماوس اللي حصل دخلت جوه الكاستامليست اهو شايفين اسماء الشهور اللي انا كتبتها دخل جوه الكاستامليست بعد ما دست على الامر اد بعد كده اضغط اوكي اضغط اوكي تاني عشان نقفل النافذة دي نطلحها الفوق شوي عشان نشوف الاوكي خلاص كده طيب تعالوا بقى نقف نشوف هل هو ابل المدخلات اللي دخلناها دي ولا لأ كتبت يناير وبعدين ضغط كليك كايمين بالماوس لغاية اقف كده لغاية ما يبقى علام الزائد واضغط واسحب ايه اللي حصل كتب اسماء شهور السن زي انا ما دخلتها عنده هو راح ظهر هالي بالشكل اللي احنا شوفنا ده يبقى دي اسمها قوائم مخصصة طيب تعالوا كده هو نرجع سريعا الجزئية اللي خاصة بالقوائم المخصصة انا ممكن اعمل اي قائمة مخصصة داخل البرنامج بنفس الطريقة اللي احنا عملناها احنا اخدنا مثال ايه اخدنا مثال عن الشهور احنا ممكن نعمل قائمة مخصصة خاصة بالسلع اللي بتتعامل فيها الشركة احنا ممكن نعمل قائمة مخصصة لأسماء العاملين بالشاركة القائمة المخصصة تشمل اي شيء هي بتفيدني بايه بتفيدني بان هي بتوفر علي وقت وجهة الكتابة بدل ما انا اهد اكتب كل ما يجي احتاج المدخل اللي انا عايزاه ده اهد اكتبه لا هو متسجل عندي جاهز في القائمة المخصصة اللي موجودة في البرنامين وشوفنا ازاي بكل سهولة اقدر اعمل القائمة المخصصة وعايزاكوا تراجعوا التمرين ده مرة واثنين وتلاتة علشان يثبت معاكم هو ليه باقولكوا راجعوا هو خطواته كتيرة يعني فيه اكتر من ثلاث خطوات فممكن ايه انسى خطوة مش عارف الامر الجاي اختار ايه طب انا بعد ما كتبت هدوس على ايه نسيت ان انا اضفها على الاد وقلت اوكيه على طول ما ازهرتش معايا فلم انا اقعد ارجع كذا مرة وانفذ الخطوات بايدي فالخطوات هتثبت معايا وهيبقى سهل بالنسبة لي ان انا اعمل ايه قائمة مخصصة يلا بينا نشوف ايه تاني معانا ادخال الوقت والتاريخ لادراج التاريخ نضغط على مفتاحي كنترول وزائد والفصلة المنتقوطة لادراج الوقت نضغط على مفتاحي كنترول وشفت وحرف النقطتين فوق بعضه دولة بنجيبهم من عند حرف الكاف على الكيبورد تعالوا نشوف كده مع بعض هننفذ التمرين ده وازاي هاجي هقف اي خلية او في الخلية اللي مطلوب مني ان ندخل فيها التاريخ والوقت ونخلي بالنا خلي خلية لوحدها للتاريخ وخلية لوحدها للوقت انتو تملي بتغلطوا ان انتو بتخطوا الاتنين مع بعض انا وقفت هنا وضغطت ايه ضغط شفت مع ها نرجع لها تاني عشان ما ننسهاش عشان اضغط التاريخ كنترول مع الفصلة المنقوطة انما الوقت كنترول مع شفت والفصلة المنقوطة يبقى انا هنا هو لما جيت انت انا بضغط على الكيبورد فاول ما بضغط على المفاتيح دي فهي ايه بتظهر لنا على طول على اه ورقة العمل بتاعتنا زي ما قلت لكم احنا وقفين كده لو دوسنا على كنترول زي اتخرف الكيف او الفصلة المنقوطة هو بيظهر لي التاريخ لو انا لقيت ان التاريخ اللي ظهر لي هو مش نفس تاريخ اليوم يبقى التاريخ بتاع الجهاز بتاعي محتاج يتظبط تاريخ الجهاز محتاج يتظبط من ونختار ونبتدي نزبطها مع بعض ده في حالة اذا التاريخ ما طلعش تاريخ اليوم اللي انا شغال فيه ولكن يهمن ان انتو تعرفوا ان المفتاحين اللي من خلالهم بيظهر للتاريخ اللي هو ايه كنترول مع الفصلة المنقوطة طب انا عايزة دخل الوقت شيفت هدوس من الكيبورد شيفت مع كنترول مع ها النقطتين برضو اللي هو خرف الكيف زادت هنا مفتاح الشيفت فبيظهر لي الوقت اللي خاص اه بالجهاز بتاقي طيب موضوع الوقت والتاريخ ده ده موضوع مهم جدا وهو سهل جدا ان احنا ننفذه بس تعال اقول لكم اهمية وايه في التعاملات الورقية اه في بعض اه المؤسسات لما بيكون في قرارات اتخذات او مثلا ميزانية اه افلناها او دفتر يومية او دفتر استاذ فحبي نثبت ان احنا اخر شغلة عملناه في الجهاء في القيمة دي او في ورقة العمل دي كان الساعة كذا في التاريخ الفلاني فدي مهمة عملية التوصيق بنسميها عملية التوصيق بالتاريخ والوقت دي بتبقى مهمة جدا ليه علشان لو في اي تغييرات حصلت بعد كده على الشغل اللي احنا عاملينه ده نرجع نثبت ان لا ده احنا عاملين الشغل لغاية اليوم بتاريخ كذا في الوقت كذا فده يدل على ان الاضافات اللي حصلت دي حصلت بعد احنا ما خلصنا شغلنا احنا مش تغافلنا عنها او ان احنا اه ما ضفنهاش اه بقصد لا هي التغييرات اللي حصلت دي حصلت بعد احنا ما خلصنا شغلنا بدليل ان احنا عاملين الوقت والتاريخ اهو سبتينه ان كان في الوقت كذا وكان في التاريخ كذا فده بتبقى مهمة جدا علشان توصيق الشغل بتاعنا اه زي ما قلتلكو ان اه لو لقيت ان انا لما ضغطت على مثلا كنترول مع زائد الفصلة المنقوطة وطلعلي تاريخ مختلف عن تاريخ اليوم اللي احنا فيه فده مش معناه ان الامر غلط او ان الامر ما تنفس بطريقة صحيحة ده ده معناه ان انا مطلوب مني ان انا ازبط التاريخ الي خاص بالجهاز بتاعي المشكلة مش في الامر المشكلة في التاريخ الي متسجل في داخل الجهاز اه وطبعا مش عايزاكو تنسو لان دي معلومة هتفضل معاكو على طول شفت مع كنترول مع حرف الكاف بيديني ايه بيديني الوق انما كنترول مع الفصلة المنقوطة هي ديني التاريخ انا بقول حرف الكاف ليه لان حرف الكاف اسهل لكم ان انا اقول لكم حرف الكاف على الكيبورد ولكن هو بيبقى نقطتين مع نفس الحرف مكتوب برضو في نفس الحرف على زرار الكيبورد النقطتين فوق بعض والفصلة المنقوطة علشان ما ننساهش طيب اتمنى انكم ما تنسوش شفت مع كنترول وكاف وكنترول مع كاف ايه للتاريخ وايه للوق نراجع التمرين تاني يلا بينا نشوف هناخد ايه جديد تاني معنا تعديل البيانات طرق التعديل على محتويات الخلية بعد اتمام الادخيل في كذا طريقة عشان اعدل محتويات الخلية اول طريقة نقف الخلية ثم نضغط على مفتاح F2 فيتم تنشيط الخلية تاني طريقة نضغط مرتين على الخلية المطلوب بتعديل محتويات فيتم تنشيط طب قبل ما نعمل معنا التدريب العملي تعالوا مع بعض نشرح الكلام ده ايه فايدته ويني انا بعمله انا دلوقتي كتبت في خلية كتبت مدخل معين سواء المدخل ده رقم او بيان او اي شي ان كان انا كتبته او ادركت صورة حتى اي مدخل وبعد كده اكتشفت ان المدخل ده محتاج ان انا عدله انا محتاجة ان انا امسح مثلا الصورة محتاج ان انا امسح رقم محتاج ان انا في حرف حتى غلطت فيه عايزة امسحه وابتدي اكتبه تاني طبعا اكيد فيه امكانية ان احنا نعمل التعديلات دي وقلنا مع بعض قبل كده ان ايه كل طريقة كل امر بيكون ليه اكتر من طريقة الامر اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو تعديل او تصحيح او اضافة او حسف بعمل ايه فيه كذا طريق اول طريقة ان انا احدد الخلية اللي انا عايزة اشتغل فيها اللي انا عايزة امسح من على كيبورد هينشط لي الخلية ويخليها لي جاهزة ان انا اعدل محتوياتها يبقى دي اول طريقة تاني طريقة ان انا اعمل دبل كليك على الخلية ذات نفسها فبرضو هتتنشط والكيرسل هتظهر جواها وابتدي احزف واعدل احزف ازاي اللي تملي بننساها بمفتاح الباكي سبيس اللي موجود على الكيبورد بضغط عليه بكون وقفة بعض الحرف اللي عايز احزفه او بعض المدخل اللي عايز احزفه واضغط بكي سبيس هيمسح لي الجزئية اللي انا عايز احزفها وابتدي ادخل باقي المدخلات من الكيبورد يلا بينا نشوف التدريب العملي هنشتغل مع بعض ايجي انا جايب لكم صفخة اهية زي ما انتو شايفين هقف عليها لا اي خلية كتبت كلمة شهر اهية زي انتو ما شفتوا كده علشان اعدل اعدل اي شيء موجود لازم انشط الخلية طب انا نشطت الخلية يعني عملت عليها تليكة بالماوس بعد عملت عليها تليكة هي كده مش جاهزة ان انا اعدل فيها هي بس متنشطة عشان اعدل زي ما قلتلكم روح تضغط من الكيبورد على مفتاح F2 ففتح حالي ظهرت الكيرسول وهبتجي اضيف الاضافة اللي انا عايزة اضف انا كنت عايزة اضيف كلمة بعد شهر ودست انتر فالمدخل دخل معايا وعدلت اللي انا عايزة طب تعالوا نشوف مثال تاني انا كتبت دفتر في خلية ودست انتر اكتشفت ان انا نسيت اكتب تكملة للجملة هقف اول ملكير سلدية اللي انا بشاور عليها دي بالموس اول ما تظهر كده اعرف ان خلاص الخلية اتفتحت ان انا اعدل احزف او اضيف زي ما انا عايزة روحت كتبت الكلمة اللي نسيت اكتبها اللي هي اليومية وضغط انتر فحصل ان هي ظهرت بصي لو انا وقفت هنا عند دفتر اليومية اللي حصل هنا في شريط السيغ لقيت ان الجملة ظهرت في شريط السيغ في الجهة اقصى الجهة اليمنى من شريط السيغ طب هو انا ممكن اعدل الجملة وهي في شريط السيغ بالصبت كده ممكن اعدلها شايفين انا وقف اهو في شريط السيغ مسحت اهو لما حزفت اين اللي حصل اتحذف من الخلية برضو اللي انا حزفته من شريط الصياغ اتحذب برضو من الخلية فدي طريقة برضو من خلالها بقدر ان انا اعدل في الصفحة بتاعتي طيب تعالوا كده هو نرجع مع بعض الجزئية دي عشان دي جزئية مهمة جدا وكتير جدا بتقف قدامكم لما تكتبوا بيان وتبقوا عايزين تعدلوه او تصححوه او تبدلوه في كذا طريقة ان انا اقدر اغير البيان اللي جوه الخلية بتاعتي قلنا اول طريقة ان انا بحدد الخلية ودبل كليكت عليها اول ما تظهر لي كيرسل بتاع الكتابة ابتدي اكتب وعدل وامسح زي ما انا عايزة ومفتاح الباكس بيس بيس بيساعدني في عملية الحسب تاني حاجة او تاني طريقة عن طريق شريط الصياغ شريط الصياغ لو قفت عليه وحزفت من يعني البيان ظهر لي او المدخل ظهر لي وابتدت احزف وضيف برضو هيتحزف ويتضاف في الخلية زي ما شفنا مع بعض اللي هي موجودة في دفتر العمل تالت طريقة ان احنا قلنا نحدد الخلية وندوس على ايه اول حاجة F2 فهيفتح لي الخلية للتعديل والطريقة التانية دبل كليكة على الخلية والطريقة التالتة من شريط الصياغ تمام تعالوا بينا نشوف الجزئية اللي جاية دي وركزوا فيها التعامل مع اوراق العمل في عندي التعامل مع اوراق العمل في كذا مهمة بننجزها في التعامل مع اوراق العمل اول حاجة ادراك ورقة عمل جديدة اللي نعملها ازاي الضغط بالزر الايمن للفقرة اللي هي الموس على الورقة المطلوب اضافة ورقة عمل بعدها ونختار انسير او استخدام الاداة الموجودة في شريط التنقل بين اوراق العمل اللي هي الكزئية دي او شفت مع F11 شفت مع F11 بيضيف لي ورقة عمل تعالوا نشرح الكلام ده ونشوف هو يقصد بيه التعامل مع اوراق العمل في اجزاء كتيرة جدا في التعامل مع اوراق العمل هناخدها كلها وراء بعض عشان تثبت معينا اول حاجة هنتعلم ازاي نحزف ورقة عمل هنتعلم ازاي نضيف ورقة عمل هنتعلم ازاي نلون ورقة عمل هنتعلم ازاي بنعيد تسمية ورقة العمل كمان هنتعلم ازاي ننسخ او ننقل بيانات من ورقة عمل لورقة عمل اخرى وده اللي هنختم به الحلقة ان شاء الله علشان نبتديها سلسلة من التعاملات مع اوراق العمل في الحلقة الجاية وتكون حلقة جميلة وهتعجبكم جدا لان فيها انشطة كتيرة وفي نهاية الحلقة اتمنى ان تكون المعلومات اللي قلناها والمهارات والمعارف استفدتوا بيها وانا سعيدة جدا بتفعلكم والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله